الروح للفريق الاول بالنادي الاهلي اللي عنده مباراة مهمة جدا بكرة في بطولة الدوري العام النادي الاهلي زي ما احنا عارفين السنة اللي فاتت النادي الاهلي كان بطل الدوري والسنة دي بينافس ايضا علشان يحقق بطولة الدوري للسنة التانية على التوالي تحديات كبيرة جدا النادي الاهلي بكرة عنده مباراة مهمة جدا وطلت نقاط مهمين جدا امام فريق محترم فريق يملك جهاز فني كابتن ايمن الرمادي فريق سيراميكا كليوباترا فريق ماشي بخطة سابتة في الدوري علشان كده مباراة بكرة ان شاء الله رباء عصرا هتكون مباراة مش سهلة علشان كده لعبت النادي الاهلي عندها ضغط في المطشاط عندها كم مطشاط كتير الراحة ما بين المباراة قليلة علشان كده كل اللعيبة لازم تكون جاهزة خلال فترة اللي جاية نادي الاهلي ماشاء الله العلامة الكاملة في بطولة الدوري تلت مباريات بتسع نقاط كنا لعبنا المصري في افتتاح بطولة الدوري بعد كده الاسماعيلي ومباراة الاخيرة امام المقاولين العرب اللي انتهت بنتيجة اتنين واحد تلت مباريات العلامة الكاملة تسع نقاط زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله بكرة المباراة الرابعة في بطولة الدوري أمام فريق عنيد وفريق قوي سيراميكا كليوباترة علشان كده كل اللعيبة لازم تكون جاهزة ورسالتي للعيبة النهاردة كم المباراة الكتير اللي هلعبها لخلال الموسم مباراة كتير النهاردة الشطرة والجدعانة بتاعت اللعب اللي بيلعب أو بيتغير مفيش وقت إن أنا أكون مأموسة أو زعلان الفرصة هتيجي مرة واثنين وثلاثة وكلكم لعيبة كبار مش هقدر أقول لكم الفرصة لكن اللعيب هيلعب عدد من المباراة الكبير لو هو يعني ما شاركش في المباراة دي أكيد هيلعب في المباراة اللي بعدها إن نتكلم في كل 48 ساعة مباراة لكن هنا الشطرة والجدعانة اللعيب لما بيلعب لازم يقول أنا موجود لازم يثبت نفسه مثال من اللعيبة اللي عجبني جدا ورجع من بعيد من إصابة قاعد فيها ما يقرب من سنتين اللاعب أكرم توفيق أكرم توفيق آه ما كانش موجود في مباراة المولين العرب لكن ده نموذج مهم جدا لللاعبين الناشئين داخل قطاع الناشئين في النادي الأهلي شوفوا أكرم توفيق اللي حصلت له إصابة قوية جدا روباط صليبي ورجع بعدها فترة تقلق فيها وكانت فترة قصيرة ورجع أو رجعت له الإصابة مرة تانية شوف العزيمة والإرادة والصبر والتحمل والقوة إنه هو يرجع أحسن مكان تخالم يكون لعيب مصاب قاله فترة كبيرة جدا يبجهاز الفني عنده ثقة في اللاعب ده جنوب أفريقيا دي من المباراة الكبيرة من المباراة التقيلة اللي عايزة لعيب جاهز بدنيا وفنيا وزهنيا علشان يقدر يسده ده من الفرق دي أكرم توفيق لما نزل ولعب عشرين دقيقة في المباراة اللي كانت في جنوب أفريقيا أنا واحد من الناس قاعد حاسس إن ده لا ده لعيب بيلعب ورجليه في الملعب باله سنيا شوف المباراة التانية اللي كانت في السادة القاهرة اللي أجاد فيها النادي الأهلي بشكل كبير جدا وقدى مباراة رائعة رغم الخروج من بطولة الدوري الأفريقي رغم الخروج النادي الأهلي أدى مباراة كبيرة جدا وخلق فرص كتير جدا أمام صانداونز النادي الأهلي كان محتاج التوفيق بس في المباراة المباراة دي وبقول أكرم توفيق علشان ده درس ومثال للعبين ده خطوة عن النشيب النادي الأهلي شوف الصبر والقوة والتحدي والإرادة والعزيمة هي دي روح النادي الأهلي وهي دي الروح اللي أنا بحبها في لعيب الكرة وخاصة في لعيب النادي الأهلي في المباراة اللي كانت في سادة القاهرة لما كتتكلم مع رجل المباراة وأنا حضرت المباراة دي من الملعب أكرم توفيق لعيب اللي بقاله فترة كبيرة جدا عن الملعب كان واحد من نجوم المباراة في الالتحامات في القوة في النواحة الهجومية في النواحة الدفاعية في الارتداد أكرم توفيق نموذج تاني أو مثال تاني عن أكرم توفيق لعيب كان بلعب وسط الملعب المدربين وظفوه إلعب باكرايت حاضر بلعب فالنهار ده بيجيد في وسط الملعب المدافع بيجيد أيضا في الباكرايت هو ده لعيب الكورة وهو ده النموذج اللي أتمنى إن شاء الله من لعبتنا الناشئين إنهم يكونوا على قدر أكرم توفيق المثال التاني أو الحاجة اللي عايزة أقولها اللي لعبتنا لعبت النادي الأهلي الفترة اللي جاية طول ما النادي الأهلي بيدخل في تحديات جديدة بتلاقي ناس كتير بقى بتلاقي أخبار عن الفرق مين هيمشي في يناير مع أننا إحنا لسه لسه بتتكلم في شهرين مين هيمشي لنهاية الموسم مين اللي جاي لازم نقفل لازم نقفل تماما لازم زي السنة اللي فاتت شفنا السنة اللي فاتت خمس بطولات بتحقل خمس بطولات مش الملعب بس هو اللي بحقل بطولات لا قلت اللبس وإن اللاعبة كلها ألباء على بعض تخسرت السنة دي بطولتين بطولة الصور الأفريقي والدور الأفريقي لكن أنت بتأدي أداء رائع الجماهير وإنت بتخسر ودام سانداونز أو بتتعالي ودام سانداونز في الصادق القاهرة الجماهير بتحييك وراضي عن الأداء آه ما فيش توفيق التوفيق هيجي إن شاء الله التوفيق هيجي لما قلت لحضراتكم لما يكون في لما في جدعانة الروح كلها روح واحدة روح المكسب مين يلعب النهاردة مين ما يلعبش مين ينزل مين يغير هي دي الروح المطلوبة اللي أتمنى إن شاء الله تكون دايماً موجودة فريق الناد لها نيه خاصة نحن عندنا لعبة محترمة كمان عجبني